مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمحو الأمية تذكر المنظمات المعنية الحكومات في مختلف الدول بالجهود اللازمة للقضاء على الأمية في مجتمعاتها ولقد كان للعراق منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي نموذج لتجربة رائدة في هذا الصدد إذ أطلقت حملة واسعة للقضاء على الأمية عبر فتح مراكز ومدارس ومؤسسات استهدفت فئة عديدة ركزت بشكل أكبر على من تجاوز سنهم أربعين عاما ليعلن العراق بعد نحو سبع سنوات من انطلاق تلك الحملة عن تصفير نسبة الأمية في البلاد في تجربة لاقت إشادة واسعة من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بالتعليم آنذاك لكن عراق اليوم ليس كعراق الأمس وتجربة السبعينيات باتت غير قابلة للتكرار في ظل اختلال الموازين واختلاف الظروف السياسية والاقتصادية فالاحتلال الأمريكي وحكوماته المتعاقبة أورث العراق فسادا وفقرا وجهلا ومرضا إذ تؤكد إحصائية صدرت قبل أشهر قليلة عن منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف أن نسبة الأمية في العراق تصل إلى نحو سبعة وأربعين بالمئة وهي نسبة لا شك تعبر عن كارثة مجتمعية محققة وعلى الرغم من إنكار الجهات الحكومية ورفضها أرقام اليونسيف إلا أن الواقع يؤكد ارتفاع نسب الأمية في المجتمع العراقي لسيما أن حكومات المنطقة الخضراء لا تول اهتماما بالقطاع التعليمي وينشغل مسؤولها بتحصيل المكاسب السياسية والشخصية على حساب مصالح الشعب العراقي مكتفين بإطلاق مبادرات كبرى لمحو الأمية دون توفير أي دعم مالي حقيقي لها ما يجعل مصيرها الفشل وعدم تحقيق أي نتيجة إيجابية في المجتمع وبحسب محللين فإن الأنظمة الفاسدة دائما تسعى لتجهيل المجتمع لأن في الجهل فرصة ذهبية للفاسدين والمستبدين للاستمرار في مقاعد السلطة ولو كان الثمن تخريب حاضر البلاد ومستقبلها